بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في الديفرانشيشن نتكلم على فانكشن والبارامتر اخذنا قبل كده الفانكشن اللي على صورة y equal x power 2 اي فانشن الواي موجودة سلفتها انت سايد الى x موجودة في غاية هانت سايد نسميها فانكشن هو وبالتالي اما باجه اعمل الواي بيتبقى y داش الى x سكوير السري هتبقى 0 فانا بعمل الى الموضوعه سهل جدا لازم الواي فجاه والإجساد فجاه والسان فاتت لما كان حتى بيقابلنا شكل مثلا زي x سكوير plus y bar 3 equal 5 فكنا بنحاول دايما نخلى الواي لوحدها كنا بنحاول نوصلها للشكل وبالتالي كنت من الى x bar 2 equal 5 5 وبعد كده اخد الكيوب كروت فاقول ان الواي equal كيوب كروت ل5 وبعد كده ابتدى اجيب الواي باش زي ما تعلمنا في الكيوب كروت بنحط نحط الواي نحط الواي كيوب كروت 5 minus x square او الواي وبعد كده اعمل الواي اللي تحت الواي فوق هنا negative 2 هل كل الفانكشن اقدر اشتغلها بهذا الشكل لا فيه فانكشن مش اقدر احاولها for example لو انا معي فانكشن x الشكل ده هو شكل الامبليسيد اللي هو هنتعامل معه بسفة دايما عندنا الثانية دي اذا انا مش هحتاج دايما افصل الواي عن الاكس لا انا اشتغل على الشكل ده زي ما هو طيب ازاي اشتغل على الشكل ده اوه بنشتغل على الشكل ده بطريقة العادية جدا for example x bar 2 plus y bar 3 plus x y equal 10 مش هفصل الواي عن x حتى لو اقدر لكن حتى لو اقدر انا مش اخصة اعمل derivative على 2 لما اعمل derivative with respect to 2x x bar 2 احنا عالفين بتبقى 2x طيب y bar 3 قال لي y بتعمل زيها زي x بالضبط يعني لو كان دي كانت x bar 3 هتعملها ازاي كنت هتقول لي 3x bar 2 وبالتالي y bar 3 هتبقى 3y bar 2 بس قال لي تزود بعدها y dash او dy by dx لان احنا بنعمل derivative with respect to x وبالتالي الرمزين هنا هيبقوا مختلفين فلازم ازود y dash طيب لو معايا x y قال لي دي تبقى حالة multiply بسبت الاول x في derivative التانى y هتبقى y dash plus هنسبت التانى y في derivative الاولين x derivative x sub 1 الكلام ده كله equal derivative التانى بقى هو ده الشكل الطيب طب اقدر افصل كده ال y dash في جنب ا هسيب 3y bar 2 y dash وهسيب x y dash في اللفتة هنقل 2x تبقى negative 2x هنقل ال y تبقى negative y هاخد y dash من هنا كمان فاكتور لما اخد y dash كمان فاكتور بقى 3y bar 2 plus x الكلام ده equal negative 2x minus y هجيب ال y dash ان انا اعمل negative 2x minus y over 3y bar 2 plus x شكل ال derivative دايما هيبقى في المنظر ده نشوف بعض الامثلة اللي بتتكلم على الكلام دوت وازاي نتعامل معها اذا ال derivative بتاعي هيبقى derivative بعادي جدا ال x بتنزل زي ما هي ال y بتتعامل معها لمعاملة ال x بس بتحط جنبها y dash يعني لو معك y bar 3 هتبقى 3y bar 2 y dash طب اسرد معك y bar 2 في مسألة يعني معك x bar 2 plus y bar 2 equal 25 ال x bar 2 هتبقى 2x طب ال y bar 2 هتبقى برضو 2y بس تحطه y dash الكلام ده equal 0 تقدر بعد كده تقسم على 2 وتقول لي x plus y y dash equal 0 وبعد كده تجيب ال y dash ال y dash هتودي ال x النحلة التانية negative x over 4 يبقى انتا كده وصلت للشكل اللي مطلوب من نوع عند سؤن على حسب المسألة هيبقى مطلوب فيها هناخد بعض ال examples اللي موجودة عشان نقدر نحلي find dy by dx لو معي example x bar 3 plus y bar 2 minus 7x plus 5y equal 8 derivative على طول plus respect to 2x x bar 3 هتبقى 3x bar 2 y bar 2 هتبقى 2y y dash 7x هتبقى 7 بس 5y هتبقى 5y dash equal 0 هسيب ال y dash 2y y dash plus 5y dash هننقل الكلام دا النحلة التانية 7 وهتبقى minus 3x bar 2 y dash command factor فهتبقى 2y plus 5 equal 7 minus 3x bar 2 وبالتالي y dash هتبقى equal 7 minus 3x bar 2 over 2y plus 5 example كمان طبعا مش هنقدر نقول كل example نزيلة مذكرة لكن هناخد بعض العمثلة اللي توقعين احنا عايزين نوصل بإيه لما اخد x bar 2 دا النحلة دا النحلة number d في الأنزل الأولاني x bar 2y plus y bar 2x equal 25 دي حالة multiply هتبقى الاول x bar 2 derivative y y dash plus هتبقى derivative x bar 2 x دي حالة multiply هتبقى y bar 2 derivative x 1 plus هتبقى x derivative y bar 2 2y y dash الكلام دا equal zero اللي فيها y dash x bar 2y dash واللي فيها y dash 2 x y y dash الاتنين دوت يبقى هيروحوا النحلة التانية بعكس الإشارة negative 2 x y minus y square هناخد y dash command factor و بالتالي هيبقى x bar 2 plus 2 x y equal negative 2 x y minus y square is on y dash is on y dash هتكون equal negative 2 x y minus y square over x bar 2 plus 2 x y مثال كمان sin sin 2 y equal y cosine 3 x derivative sin 2 y derivative 2 y هتبقى 2 y dash equal دي حالة multiply هسبت ال y derivative cosine negative sin 3 x derivative الانجل ب 3 plus هسبت ال cosine 3 x في derivative y ب y dash هنجيب y dash في نفس الجهة هتبقى 2 y dash cosine 2 y وده هكيل هتبقى negative y dash cosine 3 x equal negative 3 y sine 3 x y dash command factor تبقى 2 cosine 2 y minus cosine 3 x الكلام ده equal negative 3 y sine 3 x اذا قيمة y dash هتكون equal negative 3 y sine 3 x over 2 cosine 2 y minus cosine 3 x x derivative x 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 سين اكس بكوزين اكس. اللي فيها ويداش تروح نفس النحية. سري ويداش ودي هتعدي نحية تانية تبقى بلاس. تو ويداش سين اكس سين تو واي. الكلام ده اقوال كوزين تو واي كوزين اكس. اخد ويداش كومان فاكتور فايفضل بسري بلاس سين اكس سين تو واي. الكلام ده اقوال كوزين تو واي كوزين اكس. اذا ويداش هتكون اقوال كوزين تو واي كوزين اكس اوبر سري بلاس سين اكس سين تو واي. ده بعض الامثلة اللي بتعرفني ازاي هنبتدي نشتغل مع الفنكشنز اللي هتقابلني. طيب. فايند سلوبوف تانجنت. المزهد كمان. فايند سلوبوف تانجنت. ادزة الانديكيتد بوينت. كلمة سلوبوف تانجنت يعني ويداش. مطلوب نجيب ويداش ادزة انديكيتد بوينت. لما يديني اكس باور سري بلاس اكس باور تو واي. مينس سري اكس واي باور تو. بلاس واي باور سري ايكوال فور. ادزة بوينت. ليجاتيب وان وان. لما راحل مسألة زي دي فانا هعمل دريفاتي. دي هتطلع سري اكس ساكوير. حالة ملتيبلاي. اكس باور سري تثبت. الواي هتبقى بلس هنثبت الواي اكس بار 2 هتبقى 2 اكس مينس سري دي حالة ملتوبلاي اكس هتثبت وي بار 2 هتبقى 2 واي واي داش بلس هنثبت الواي بار 2 في دريفت في ال اكس بواي بلس واي بار سري هتبقى سري واي بار 2 واي داش الكلام ده اقوى 0 بيقول دايما ما دمعك تهوي ده عاوض على طول انه ده بيبقى الاسهل عاوض عن قيمة الاكس وقيمة الواي ده الاسهل في التعامل في القلة زي القلة دي طب لما عاوض عن الاكس بنيجاتيف 1 هنا هتبقى سري لما عاوض عن الاكس بنيجاتيف 1 هنا هتبقى وي داش لما عدنا الـ X ب-1 و Y ب-1 هتبقى-2-3 لما عدنا الـ X ب-1 و Y ب-1 هتبقى-2-Y' دي هتبقى-1 دي هتبقى-3-Y' equal 0 يعني 3 plus Y' minus 2 دي هتبقى-6-Y' minus 3 plus 3-Y' equal 0 هبتدي هشوف الكلام ده هتبقى equal كام هنجمع الـ Y' الـ Y' لو جمعناها هتبقى-10-Y' الارقام هتبقى-3 و-2 و-3 دول هيتشالوا مع بعض هتبقى-2-0 بما معناها انه Y' هتبقى-2-10-1-5 find measure of the angle find measure ofwords was- that is a tangent of the following curve at the indicated point to make with the right click draw disconnection of xx يارفين القانون وين从 y- equal 0 سيتام فعنا وصلت القيمة Видاش قداء- اطلع على الانجل عن طريق القانون دوت. فهو لما يديني كيرف ويديني بوينت ويقوله انا عايز الانجل فانا هطبع على القانون دوت. فور اكزامبل الكلام دوت. فانا معي كيرف زي. اكس بوال 2 مينس 3 اكس وي بلس وي بوال 2. اقوال 5. ادزا اندكيتد بوينت اد بوينت 1 ونجاتيب 1. وانا عايز الانجل. ها من دريبة عادي. 2x. مينس 3. دة حادث ملتبلار. اكس هتثبت. وي هتبقى بوي داش. وي هتسبت. والاخس هتبقى بون. بلاس. الـ 2 هتبقى 2Y بوال 2. لما عارض عن الـ 1 تبقى دي 2. مينس 3. لما عارض عن الـ X بوان تبقى DY داش. لما عارض عن الـ Y بيميكاتيب 1 تبقى ميناس 1. لما عارض يبون 1 تبقى negative 2 y dash equal 0. 2 minus 3 y dash plus 3 بما اضرب. minus 2 y dash equal 0. الاثنين دول مع بعض negative 5 y dash والاثنين دول مع بعض plus 5 equal 0. يعني y dash هنا هتطلع equal 1. y dash equal 1 بما معناها اني 10 theta equal 1. هتعمل بالكالكولياتور shift 10 الانصر اللي طلع اللي هو ب1. هتدي لقيمة الانجل طبعا الانجل هنا هتطلع 45 ده الجزء الاول اللي هو بيعلمني فيه ازاي يتعامل مع الامبليسيت فانشن طبعا البرامتر الديفرانشيشن هو قاعدة للشين بودو اللي احنا كنا اخذناها قبل جدا. لما ادي x فانشن زي x equal to t square. ولما ادي y فانشن في t زي y equal to t power full. واقول find dy by dx اتع t equal full. الشكل ده هو شكل البرامتريك اللي هو بيتكلم عليه. شكل الانجل هو اللي احنا نقولنا انا. ال x فانشن في t والy فانشن في t. طبعا انا عايز dy by dx. الفكرة كلها ان dy by dx بقاعدة للشين رول. انا اقدر افكها الجزءين. ادي dy فوق. وادي dx تحت وهدخل في النص dt. اذا انا اقدر اجيب dy by dt. تبقى 4t by c. واقدر اجيب dx by dt من الفانشن هنا لاني x فانشن في d. انا اطلع 4t. لما اود dy by dx هتب اقوى dy by dt معي اللي هي 40 bar 3. طبعا. dt by dx هي الريس بروكل بتاع كلام ده. فهتبقى اوان على 40. فدي بقت 40 bar 3 over 40 يعني السيمبل استفور معي 3t. طبعا اذا كان السيمبل استفور معي 3t. طبعا اذا كان السيمبل استفور معي 3t. طبعا اذا كان السيمبل استفور معي 3t. او بيقولي t equal 4. فلما اول عني t بفور تتلع كلام ده اقوى 60. لما نفس الفكه لما اقولي find derivative of root 5 plus x square with respect to 2. x over x plus 2. at x equal 2. نفس الفكه بالزبط. بس هنا الصير انا ممكن تلعبط بعض الناس. find derivative of kaza with respect to kaza. لا مش مفهومة. لكن اقدر افهمها لو انا عملت ايه. لو قلت مسلا انا هسمي ده y. وهسمي ده z. اصبح المسألة بقت find derivative of y with respect to z. قال لا. كما ده معناه dy by dz. وانا معايا تعودتين. طب انا dy by dz اقدر اكتبها بطريقة لتشين رود ادي dy هنا. ودي dz هنا. والرمز اللي رابطنا بينهم هو الاكس. ومعايا y انا فرضها equal root 5 plus x square. اقدر اجيب منها dy by dx. لمن ال y هنا function في الاكس. هحط 2. واحط بscroll root تحت. واعمل له derivative الفوق هيطلع 2x. التوقيت اتشال مع 2. فهتبقى x over root 5 plus x square. ومعايا تعودة ثانية. انا فرضها z equal x على x plus 2. اقدر اجيب منها dy by dx. لمن ال z function في الاكس. اللي تحت bar 2. x plus 2 bar 2. واخدها معايا وانا طالع. x plus 2. في derivative اللي فوق ب1. minus اللي فوق اللي هو x في derivative اللي تحت ب1. لو وصلت لها ال symbol to form هتبقى x plus 2. minus x. على x plus 2 bar 2. دي هتتشال معادي. وتبقى الاجابة بقى 2. على x plus 2 bar 2. طب انا عايز اعود بقى في الفنكشنز بقى. بقى dy by dz equal. dy by dx موجودة معايا. اللي احما جبناها هاي. هخط مكانها x على root 5 plus x سكل. طبعا. dy by dx. طب انا معايا dy by dx يبرس بروكل بتاعتها يبقى x plus 2 bar 2 over 2. الكلام بقى x equal 2. اذا بعد كده هبتدى عاوض عن قيمة ال x. لما عاوض عن قيمة ال x في الشكل ده. هطلع الاجابة الناقية. المفروض ان الاجابة الناقية تطلع معايا. equal 16 over 3. يبقى انا عاوض عن قيمة كل x هنا. بx equal 2 اللي هو ايه. اذا حتى الشكل ده بالنسبالي هو شكل لتشين رول او الparametric function حاجة derivative with respect to التالي. طبعا. في امثلة كتير بهزا. بهزا الصيغة بنقدر نتعامل معاها. الامثالة موجودة في المذكرة. ومفروض الناس تجدع لها وتقدر تزاكر. هنشوف مع بعض. بسال كمان. بيقول لي برضو الامثالة موجودة في كتابنا الراسة. find the value of the parametric z. find value of z. which the curve. ورح مديني curve. 1x equal 2 z power 3 minus 5 z power 2 minus 4 z plus 12. والتاني. y equal 2 z power 2 plus z minus 4. بيقول لي. find z. which vertical tangent. يعني كأنهم سؤالين A و B. number A و number B. يعني A horizontal tangent. يعني A vertical tangent. الكلام ده كنا بنغضو قبل كده. فتال بعد هالي. الhorizontal tangent اللي نشرحه بقى. الhorizontal tangent هو parallel to x axis. لو انا معايا curve. والجيتار سيمليه tangent. تتلقى التانجنت عند بوينته معينة. parallel to x axis. اذا كلمة horizontal tangent. معناها parallel to x axis. واي straight line parallel to x axis. كلمة vertical tangent. الvertecal tangent لو parallel مع y axis. والparallel مع y axis كنا بنقول عليه. undefined. y dash equal 1 over 0. او undefined. اذا هو عايز نجيب y dash. مرة سويها ب zero. وصنى horizontal tangent. ومرة سويها ب 1 over 0. عشان هي vertical tangent. طب نجيب y dash ازاي y dash اللي هي dy by dx. اللي هي قدر افصلها حسب قاعدة ليتشين روت. dy وهنا dx. ودخل رمز الثالث اللي هو في الحالة ده هيبقى dz. يبقى انا عايز اجيب dy by dz. وعايز اجيب dz by dx. طب. انا معايا x function في الزل. فاقدر اجيب dx by dz. لما عمل derivative للجزئية دي. dx by dz. البار هينزل. البار هنا كان 2z بار 3. فهتبقى 6z بار 2. مينس 10z مينس 4. وقدر اجيب dy by dz. لو عملت دريبات بالجزئية دي. هتبقى 4z بلاس 1. اذا dy by dx هتكون اقوى. dy by dz اللي هي 4z بلاس 1. over عشان dz by dx محفوزة هنا فهتبقى over. 6z بار 2. مينس 10z. مينس 4. بيت هذا الشهر. طب. اول حالة بقى. اللي هي number a. الhorizontal تاني. الhorizontal تاني جينا ناخد الكلام ده سوي ب zero. zero يعني zero over zero. اذا المفروض اللي فوق يكون equal zero. يعني مفروض four z plus one هو اللي يكون equal zero. وبالتالي الزد هتطلع equal negative one على فوق. number b. المفروض ان هو بيقول لي undefined. لانه parallel to y axis. وundefined يعني هساوي الكلام ده بone over zero. فone over zero يعني اللي تحت هو اللي فاكتوريز. لو انا باعف اعمل فاكتوريز. لو انا باعرفش بكتال كوليتر مود five three. هعمل حالة فاكتوريز. اذا اقدر اول اقسم على two. فتبقى three z bar two minus five z minus two equal zero. هتبقى three z هنا. وزد. التو هتبقى two of one. وهتبقى d negative و d positive. اذا الزد هتطلع باجابتين. مرة الزد ب negative one over three. ومرة الزد هتطلع equal two. دي بعض الامثال اللي كانت موجودة في الكتاب. ومدرسه ازاي نحن لان. طب نشوف بقى الجزء بتاع هومورك اللي كان موجود عنده في المساكلة. هومورك بدأ بالchoose. اول حاجة بيقول لي. لو h of x equal absolute x. then h dash of negative five equal نقطة. ومدينه اربع اجابات. الاولى negative one. التانية one. التالتة negative five. الربع five. الابسليوت في حالة الدريفت المنفعش هتعمل معاه. سواء في المنت سواء في الدريفت سواء في الانتجريات مفيش حاجة هتعمل مع ابسليوت. وبالتالي الابسليوت ده لازم يدفك. اذا لو انا بحل السؤال دوت اول حاجة هعملها. هبتدي افك ال H of x. طبعا بعمل لها define. define الابسليوت مرة باخدها زي ما هي. وبحط اكس اكبر من او اكبر من او ازغر من كام باخد اللي جوه الابسليوت اصوي بالزيرو. فلو انا خدت اكس دي وساويتها بالزيرو هتطلع اكس بزيرو. يبنا بقعد هنا زي ما هي. طب H dash of x يعني انا هعمل لها دريفت. دريفت في ال اكس بان. ودريفت في النيجاتف اكس بنيجاتف وان. هنا اكس اكبر من زيرو وباشي العلامة الاكول. وهنا اكس ازغر من زيرو. باشي العلامة الاكول لان عشان انا نحط الاكول موضوع كبير لازم ادرس الديفتينشابيليتي عند ال اكس اكول زيرو. ده موضوع حني نقوله بعدي. طيب. هل بقى الاجابة تبقى وان ولا تبقى نيجاتف وان? الا على حسب بقى الرقم الان? H of negative 5. هو negative 5 موجودة في الاكبر من زيرو ولا اصغر من زيرو? قال لي النيجاتف وان في الاصغر من زيرو. ازا الاجابة بتاعتها تبقى نيجاتف وان. ازا الاجابة هنا هتكون نيجاتف وان وتبقى الاجابة نمبر ايه. السؤال الثاني x 3 y 2 equal 1 بيقول لي dy by dx at y equal 1 equal not ومديني برد اربع اجابات واحدة 1.5 number b number c negative 1.5 number d 1 برد عشان احل المسألة دي at y equal 1 كأن هو مديني بوينت y بتاعتها ب1 طب الاكس بكم ما عرفش طب انا عوض عشان اعرف معي x power 3 y power 2 equal 1 وانا بقول لك ان ال y ب 1 فبقت x power 3 equal 1 لو اخدت كيوب و كود فبقت x equal 1 اذا ال point ان انا اشتغل عليها بقت point 1 1 انا عايز dy by dx فاعمل derivative دا حالة multiply هثبت الاول x power 3 y power 2 هتبقى 2 y y dash plus هثبت y power 2 x power 3 هتبقى 3 x power 2 derivative 1 ب 0 ها عاوض عن x 1 و y 1 لو معاوض هنا هتبقى 2 y dash عاوض عن x 1 و y 1 هتبقى plus 3 equal 0 يعني y dash هتطلع equal negative 3 على 2 او negative 1.5 اذا الاجابات الاولى سؤال الثالث سؤال الثالث الثانية negative 1 على 8 y power 7 الثالثة 1 على 8 y power 7 الرابعة 8 y power 7 لما اعمل ال derivative لو اشتغلت بالحالة دي كده موضوع صعب جدا دا اربعها فانجشان مرتبلا انا هتبقى ثلاثة واشتغل واحدة ثلاثة واشتغل واحدة وبعدما اخرى اعمل الكلام دا كلهم احتاجها وصالها لوحدة من الاجابات دي موضوع صعب جدا اذا الموضوع لازم يبقى فيه simple steel اول طب simple steel الشكل ده ممكن يبقى ازاي لحظت ان التوبراكت دول شبه بعض واحد دوسط في واحد negative اذا لما اضربهم في بعض بضرب الاول في الاول والتاني في تاني هيبقى y power 2 وبقية المسألة هينزل وان بلاس y power 2 وان بلاس y power 4 اما هو دا اقرر بالنسبة للتين براكت دول فانا ضربتهم في بعض وان بلاس y power 2 هيبقى y power 4 وهينزل معي جنبه وان بلاس y power 4 لما اضربهم مرة كمان 1 front 1 minus y power 4 5 power 4 y power 2 اذا انا سهلت النفس المسألة بدنية بالشكل ده لما عملت عملية المرتبلاي اللي حصلت وصلت بالشكل زي طبعا الـ derivative derivative 1 derivative y power 8 8 y power 7 for y dash الزيرو مش لازم يتكتب اذا y dash equal 1 على negative 8 y power 7 طبعا الـ negative 1 في الجنب او فوق على 8 y power 7 وبالتالي y dash اللي هي dy by dx equal negative 1 على 8 y power 7 وبالتالي اجابة number b السؤال اللي بعده x power 2 plus y power 2 equal 1 then y dash equal نقط الاربع اجابات اللي عندي الاولى x الثانية y power negative 1 الثالثة negative x y power negative 1 الرابعة negative y x power negative 1 طبعا عملية derivative الشكل الزيرو دامي دا x power 2 plus y power 2 equal 1 لو عملت derivative هتبقى 2x لو عملت derivative y power 2 تبقى 2y dash equal zero اقسم على 2 تبقى x plus y y dash equal zero نعدى الاكس الناحية التانية يبقى y y dash equal negative x يبقى y dash equal negative x over y اللي ممكن سيادتك تكتبها negative x y power negative 1 ازا الاجابة هتكون number c السؤال اللي بعده zero نعدى الاكس الناحية التانية من الممكن سيادتك تكتبها y equal 2t power 3 plus 7 z equal t power 2 minus 4 ومدينا 4 عقابات واحدة توتي نمبر بي سريتي نمبر سي سيس نمبر دي توتي نمبر دي توتي يعني أنا أريد دي واي باي دي زد إلا أقدر أكتبها دي واي باي دي اكس في دي اكس باي دي زد لو عملت دريفاتي سوري لو هتبقى مفيش اكس انا تي أقدر أكتبها دي واي باي دي تي في دي تي باي دي زد لأن الفريابل هنا سمكي أقدر أعمل دريفاتي في دي واي باي دي تي من هنا من الجزء الأوليني هتطلع سيكس تي سكوير من الجزء ده أعمل دريفاتي في دي زد باي دي تي هتطلع بتوتي يبقى دي واي باي دي زد أبقى عن دي واي باي دي تي اللي هي سكس تي سكوير هيبقى أوفر عشان دي تي دي تي باي دي زد يهاتب عكسها دول هتطلعوا سري تي إذا إجابها تبقى نمبر ب السؤال اللي علي الدور نمبر سيكس سلوب أوف تانجينت أوف زا كير سلوب أوف تانجينت توزا كير واي باور 2 في اكس اكس واي باور 2 إكوال 3 أدزا بوينت 3 وان إكوال نقط الإجابة الأولى نيجاتيف 3 الإجابة الثانية نيجاتيف 1 أوفر 6 الإجابة الثالثة 1 أوفر 3 الإجابة الرابعة 1.5 سلوب أوف تانجينت يعني واي داش إذا أنا عايزة أجيب واي داش إذا الحل بتاعها يبقى على واي داش ده حالة ملتبلاي اكس هتثبت واي باور 2 هتبقى 2 واي واي داش بلس واي باور 2 هتثبت فدريفت في الإكس وان الكلام ده إكوال 0 معي بوينت عاوض عن الإكس بسري والواي بون فهتبقى سري فتوب 6 واي داش عاوض عن الواي بون إكوال 0 إذا واي داش هيتبقى إكوال نيجاتيف 1 أو داش هتبقى الإجابة نمبر بي السؤال اللي بعدين إكس باور 2 بلس واي باور 2 إكوال 2 إكس واي عايزين واي داش إكوال 0 الأربع إجابات اللي موجودين في اللي تشوز نيجاتيف 1 وزيرو و1 و2 هسهل لنفس الموضوع أنا أخذت تبالي هنا من حاجة يعني لو دخلت دي ناحية الثانية بقت إكس باور 2 ماينس 2 إكس واي إلس واي باور 2 إكوال 0 والشكل ده هو مفقوق إكس ماينس واي باور 2 لو خدت سكوال روت لنحيطينها تبقى إكس ماينس واي إكوال 0 يعني لو عدت الواي ناحية الثانية بقت واي إكوال إكس وبالتالي واي داش تكون إكوال 1 إذا إجابة نمبر 0 يجي أسهل طريقة سؤال اللي بعده نمبر 8 واي باور 2 ماينس 2 روت اكس إكوال 0 ذن دي واي باي دي اكس إكوال 0 إجابة الأولى 2 واي على روت اكس الإجابة الثانية روت اكس الإجابة الثالثة إكس على واي باور 2 الإجابة الرابعة وانا على واي باور 3 برضو نفس الفكرة وانا بحل هعمل واي باور 2 تبقى 2 مينس 2 زي ما هي روت اكس بنحط 2 الروت تحت الروت تحت الروت بيتكتب فوق طبعا التوقع تتشل مع 2 تبقى 2 على روت روت اكس يبقى واي داش اكوال وان على 2 واي روت اكس طب بس دي مش موجودة في الإجابة إذا لازم أحول الشكل لها عندي من أصل المسألة تعويضة بتقول إن 2 روت اكس أقدر أشيلها وحط مكانها واي باور 2 إذا واي داشة أنا طلعتها هشيل 2 روت اكس دي وحط مكانها واي باور 2 وأنا أساسا معايا وار فتبقى وانا على واي باور 3 إذا من الإجابات تبقى نمبر D سؤال اللي على الدور يمكن أن نحصل وتبقىص تبقىص 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 ما يقالع 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 ليجب يقالع أربعة أولة نمبر 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 د بردو انا عايز dy بار dx اذا اقدر اعمل derivative هنا واجب dx بار dt هتطلع 4t اقدر اعمل derivative لل y dy بار dt عشان هي فانكشن في التى بسكور رود نحط اثنين اللي سكور رود تحت في دريفتف اللي تحت رود 3t بار 2 هعوض عن التيب 1 هنا هتطلع بفور هعوض عن التيب 1 هنا هتطلع السريع على 2 انا عايز اجيب dy بار dx اللي هي المفهود اكوال dy بار dt في dt بار dx dy بار dt اللي يصري على 2 بايم dt بار dx اللي احنا في العمالة بفور بس مقلوبة تبعونا على 4 فهتطلع الايجابة 3 over 8 والتالي الايجابة number 8 سوال لبعده number 10 point to move on the curve x y power 2 equal 12 add the point 3 و 2 dy by dx equal هو عايزنا dx by dy equal مديني الايجابة الاولى negative 4 مديني الايجابة التانية negative 1.5 مديني الايجابة الثالثة 2 مديني الايجابة الرابعة 6 هابتدى اشتغل derivative 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 multiply هثبت الاول derivative الثاني 2 y y dash plus هثبت الثاني y power 2 الكلام بايم 0 معايا 3 و 2 البوينت بتاعتها عوض عنها لما عوض عن الايجابة 3 و y ب 2 3 في 2 في 2 يعني هتبقى 12 y dash لما عوض هنا ب 2 هتبقى plus 4 equal 0 يعني y dash هتبقى negative 4 over 12 هتبقى negative 1 over 3 dy dash اللي هي dy by dx negative 1 over 3 طبعا انا عايز dx by dy الاحس ما شاء ليه بها هتطلع equal negative 3 اي شروع الاجابة المعايلها غلط الاجابة الاولى negative 4 الاجابة التانية negative 1.5 الاجابة التالتة الاجابة التالتة والربعة من قلن غلط الاجابة التالتة equal negative 1 over 3 والاجابة الرابعة negative 3 وبالتالي المفروض ان كده بتبقى للحل اللي حلناها تبقى هي الاجابة الرابعة السؤال number 11 اللي عندوك في المجفرة هو بالضبط الحالة اللي احنا قبل كده في السؤال number 5 بالضبط يعتبر نفس الشكل يقول لي y equal y equal y equal 3t square plus 1 وz equal 2t minus 5 ايزين rate of a change of y with respect to z equal 1 وودي نربع اجابات 3t 1 over 3t negative 1 over 3 و3 نفس الفكرة بالضبط في الحل حالة change rule اقدر اجيب d y by d t من derivative الاوليني هيطلع 6t و اقدر اجيب d z by d t من derivative التاني هيطلع بتوب طب انا عايز y with respect to z انا عايز d y by d z d y by d z d y by d z اللي هي 60 time d t باي d z عكس دوت في حالة above هتطلع الاجابة equal 3t وبالتالي اجابة number 2 برضي سؤال number 12 اللي موجود في المذكرة هو نفسه بالضبط 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 number 9 بنفس طريقة الحل بنفس الاجابات فالسؤال number 12 هيتطلع بنفس طريقة حل سؤال number 9 وهيطلع الاجابة 3 over 8 سؤال number 13 x power 3 plus 3 x power 2 y plus 3 x y power 2 plus y power 3 equal 50 بيقول لي d y by d x هتطلع equal not مديني واحدة 1 مديني negative 1 c ب 3 d ب negative 3 موضوع ده بس في فكة صغيرة ان انا لو لاحظت الشكل ده كده الشكل ده هو مفقوق bracket x plus y power 3 لو تخد الperilomia لسيرم زي ما انا اخدها بعدين في الالجبرا وحاولنا نفكة bracket دوت هيقع بالضبط هو المنزل ده فانا اقدر اعود عن طريق ده بالرحية الده بقول لي من كلام ده equal 50 فلو اخدت cube root في الناحيتين هتطلع x plus y equal cube root لل 15 وبالتالي عملت derivative ودي x derivative x derivative y by y dash derivative cube root 15 0 يعني y dash هيطلع equal negative 1 وبالتالي اجابة negative 1 طبعا لو هتارك حل تانى انا هحل عادي اعبره في الكده بالحل العادي derivative بس هتطبق اطور وهوصل برضو نفس الاجابة دي لو انا مش عارف فلتة التعويضة دي كده هبتدى اشتغل عادي جدا x power 3 هتطلع 3 x power 2 plus 3 x power 2 y هثبت الاولين x power 2 y هتبقى y dash هثبت y x power 2 هتبقى 2x plus 3 حالة multiply هثبت x y هتبقى 2y y dash هثبت y power 2 derivative x power 3 y power 3 هتبقى 3 y power 2 y dash الكلام ده كله equal في زي هلاء المسألة كلها هتتعمل divided 3 divided 3 divided 3 هيفضل معايا x power 2 plus x power 2 y dash plus 2xy plus 2xy y dash plus y power 2 plus y power 2 y dash equal 0 ال y dash هتفضل معايا x power 2 y dash plus 2xy y dash plus y power 2 y dash equal ودول هيروحوا الناحية التانية بعكس الاشارة negative x power 2 minus 2xy minus y power 2 هاخد y dash command factor فيفضل معايا x power 2 plus 2xy plus y power 2 وهاخد هنا negative command factor فيفضل معايا x power 2 plus 2xy plus y power 2 ملاحظين البراكت ده شبهة البراكت ده يبقى y dash equal negative 1 نفس الايجابة اللي انا وصلت لها بس ده اسرع شوية فى الحل لو انا عارف فى القاعدة اللى موجودة اخر مسألة فى الخوز بيقول f of x equal 2x plus g of x and g dash of x equal negative 3 g find slope of tangent to the curve of the function f of x is not slope of tangent ومدينا اقابة 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 ب-1 اقابة ب-1 اقابة ب-3 و اقابة ب-5 نفس الفكرة انا عايز اعمل derivative عشان اجيب slope of tangent كلمة slope of tangent تعني f dash f dash of x انا بعمل derivative 2x هتبقى 2 و g of x هتبقى g dash of x اللى هو ما يديني قيمتها ب-3 يبقى 2 plus negative 3 و 2 plus negative 3 هتطلع الاجابة ب-1 اذا ندير المجاة هنا و سؤال اللى ماده بيقول لي find slope of tangent سؤال الثاني find slope of tangent to the following curve at the indicated point اول واحدة x power 2 minus 3 x y plus y power 2 equal 11 at the indicated point at 2 and negative 1 وعيز slope of tangent يعني عايز y dash مقام الderivative دي تبقى 2x minus 3 هتبتها x y dash حالة multiplied x y هتبقى حالة multiplied x y dash ثبتنا الولى derivative plus y y power 2 هتبقى 2 y y dash الكلام the equal is here بعوض على طول مدام معاني تعويضة عن ال except 2 هتبقى d4 عن ال y ب negative 1 تبقى d3 except 2 هتبقى 2 y dash y ب negative 1 plus d هتبقى negative negative 2 y dash equal 0 4 minus 3 ثبت 2 هتبقى 6 y dash minus plus 3 2 y dash equal 0 ثبت 2 هتبقى negative 8 y dash ثبت 2 هتبقى ثبت 2 هتبقى plus 7 equal 0 يعني 8 y dash equal 7 يعني y dash equal 7 over 8 ثبت سؤال number b في نفس السؤال بردو فاعزه scoble F tangent x y ball 3 equal 3 at the point 3 und 3 نفس الجفره انا حارة عمل derivative فتصح حالة منطقة بلعي اكس تثبت وي برور سري هتبقى 3 وي برور 2 وي باش بلس وي برور سري هتثبت درورة بال اكس ب 1 الكلام ده equal 0 هنا اعود عن اكس ب 3 وعن الواي ب 1 هتبقى ديني معيني وي باش عن ال اكس ب 3 وعن الواي ب 1 هتبقى 1 equal 0 يعني وي باش هتتطلع ميجات ال 1 اقري بارد نعيس سؤال اللي بعده فايند سلوبو فتانجيند سؤال اللي بعده فايند the measure of the positive angle عايزين سيتا which is the tangent of the following make with the positive direction of x axis as the indicated point عايزين الانجل دي الكيرف x power 3 minus x power 2 y minus x minus 3 y equal 0 at 1 و 0 لما عمل derivative دي 3 x power 2 minus وده حالة ملقف لي هثبت الاولين derivative الثاني y dash plus هثبت الثاني y derivative هتبقى 2 x minus ال اكس هتبقى 1 minus 3 y هتبقى 3 y dash equal 0 لما عاد عن ال اكس ب 1 و ال y ب 0 ال اكس ب 1 تبقى 3 في ال اكس ب 1 هتبقى d y dash في ال اكس ب 1 و ال y ب 0 هتبقى d 0 minus 1 3 y dash equal 0 هندرب 3 minus y dash دي خلاص ب 0 minus 1 minus 3 y dash equal 0 يتنين دون مع بعض negative 4 y dash و دي هتطلع ب 2 plus 2 equal 0 تعدي نحية تانية 4 y dash equal 2 يعني y dash equal 0 10 سيتا equal 0 4 dash equal 10 سيتا ف 10 سيتا equal 0 هامل بكالكوليتور shift 10 half هتدين قيمة الانجل اللي هي المفروض فتلع 26 degree 34 ملك رابطيك السؤال الثاني في نفس الجزئية دي برضو عايز الانجل مديني الكيرف x over y minus 4 y over x equal 0 add the point 1 و negative 1 الاسهل هنا في التعامل انه انا اتخلص من الحالة الدفايد اللي موغولة فهدرب في x y هدرب كل الكيرف ده في x y هدرب هنا في x y وهدرب هنا في x y وهدرب هنا في x y وهدرب هنا في x y لما هدرب هنا في x y ال y تتتشاله يبدأ x بار 2 لما هدرب هنا في x y ال x تتتشاله تبقى 4 y بار 2 لما هدرب هنا في x y هدرب هنا في x y هدرب هنا في x y كده بقت اسحل في التعامل x بار 2 to x minus وده هتنزل تبقى 8 y y dash equal 3 وده حالة multiple lot ثبت x y تبقى y dash هثبت y وال x هتبقى 1 هعوض عن البوينت اللي هم الدالي عن x ب 1 تبقى d 2 عن y ب negative 1 هتبقى d 8 y dash equal 3 عن x ب 1 هتبقى d y dash عن y ب negative 1 هتبقى d y dash يعني 2 plus 8 y dash equal 3 y dash minus 3 ده هتعدل ناحية التانية تبقى 5 y dash وده هتعدل ناحية التانية تبقى negative 5 يعني y dash equal negative 1 وبالتالي تان سيتا تبقى negative 1 شفتي تان negative 1 شفتي تان negative 1 شفتي تان negative 1 طلع لي الانجل مفوض الكالكولتور هتطلع لي negative 45 احنا هننكتبعش negative 45 احنا هننكتبعش negative 45 احنا هننكتبعه 125 على تبقى ان احنا دي angle في straight line والانجل في straight line بتبقى يأكيوتي اوكتوز انجل وبالتالي بزود علي هون هننكتبعش عشان تطلع اي عنجل نيجاتف ازود علي هون هننكتبعش زي ما قلنا ولسانا ونفتننا سأل السؤال بعد كده الرابع السؤال الرابع بيقول find dy by dx مديني x equal 5 plus 6 power 2 3 سيتا ومديني y equal 1 minus 10 3 سيتا بيقول لي عايز dy by dx at سيتا equal by على 4 موضوع متكرر مفهومش مشكلة هقدر اجيب dx by d سيتا لان x function في السيتا 5 بزيرو السيك باور 2 قلنا بنكتبها السيك سري سيتا والباور 2 عشانو عارف انها حالة باور بنزله 2 باكتب سيك سري سيتا منقص من باور 1 في دريفاتف اللي قول براكت دريفاتف السيك هتبقى سيك سري سيتا تان سري سيتا في دريفاتف الانجل بسري يعني دي هتطلع 6 سيك باور 2 سري سيتا تان سري سيتا وقدر اجيب dy by d سيتا سري سيتا تان سري سيتا التان بسيك باور 2 سري سيتا في دريفاتف الانجل دي 3 سيك باور 2 سري سيتا سيمبل استفوق من السيك هتتتشال مع السيك باور 2 هتتشاله مع بعض ودي هتديني نيجاتيف وسري مع السيك سيتا سيتا والتان سري سيتا لما عود عن السيتا 45 وبالتالي هتطلع نيجاتيف 1 على 2 تان لما دي تبقى 135 هتطلع دي بنيجاتيف 1 هتتشال مع نيجاتيف 1 وتطلع دي جبقى 1 والسهو اللي بعده السيكلةBLE 5 هتطلع دبستي وجد درMr 16 عضا مع انجات 2 x over x minus 1 at x equal 3 نفس الفرقة اللي عادت علينا قبل كده find derivative يبنى هسامي dy هسامي dz يبنى عايز dy by dz اللي هي قدر اكتبها dy by dx في dx by dz اقدر اعمل ديريباتيب الاولاني واجب dy by dx اقدر اجيب dy by dx حل الدفايد اللي تحت بار 2 اللي تحت بار 2 وتبقى equal x على root 16 plus x بار 2 واجب اجيب dz by dx حل الدفايد اللي تحت بار 2 اللي تحت x minus 1 في derivative اللي فوق ب1 minus اللي فوق بx في derivative اللي تحت ب1 على x minus 1 على x minus 1 بار 2 انا عايز اجيب dy by dz dy by dx حل الدفايد انا عايز اجيب dy by dx x minus 1 واجب اجيب لما عادتكده عن x ب3 x ب3 هنا x ب3 تبقى 9 plus 16 25 رب 25 5 نيجاتيب لما عادتكده عن x ب3 تبقى 3 minus 1 ب2 بار 2 تبقى 4 يعني ده negative 12 over 5 يبقى اذا نجابه equal negative 12 over 5 ده وان ال الا prossر سوى ال نمبر سيفن x equal y power 3 minus 1 all power 5 سوى ال نمبر سكس الاول سوى المنبر سيكس واي اقوال اكس بار سري بلاس دول والبار سرين برو اني دي اكس باي دي واي اقوال اكس بار سري بلاس دول اوبر توينتي وان اكس بار تو وار بلوان بحل مسئلة زي دي هابتدى عمل الدريفاتف العادي دي واي باي دي اكس اقوال الابتع الاسفين هتنزل , اكس بار سري بلاس دولها تبقى بار سيكس في دريفاتف اللي جوا لي Manhattan او براب تبقي دول تونتي وان اكس بار سري بلاس دول بار سيكس انا عايز دي اكس باي دي واي فهاشاقلبها دي اكس باي دي واي هاشاقلبها تبقى 1 over 21 اكس باور 2 اكس باور 3 بلاس 2 والباور 6 ده مش شبه المطلوب في حاجات شبه المطلوب 22 شبه المطلوب اكس باور 2 شبه المطلوب الواي دي هل دي تبقى الواي الواي دي بتبقى عايزة باور 7 ازا انا عايزة خلي ده باور 7 طب اخليها باور 7 ازاي الا انا ممكن هنا اضرب في براكت اكس باور 3 بلاس 2 تحت وفوق. x power 3 plus 2. لما بدرف فيه اللي فوق هيطلع x power 3 plus 2 عادي. واللي تحت دي 21 x power 2. وبراكت في براكت يعني بجمع البار يعني x power 3 plus 2 هتبقى all power 7. والpower 7 دي بقت هي نفسها ال y. اذا ما اقدر اكتب ده. x power 3 plus 2. over 21 x power 2. اقدر اشيدي وحط مكانها y ويبهو ده المطلوب. بالنسبة. السؤال اللي بعده بنفس الطريقة بالزبط. بيقولي. برضو. if x equal y power 3 minus 1 all power 5. prove that d y by dx equal y power 3 minus 1. على 15 x y power 2. لما لاعمل derivative. اعمل d. اعمل derivative عادي جدا. derivative x ب1. derivative البراكت بنزل 5. y power 3 minus 1 هاي بقى power 4. derivative اللي قوة هتبقى 3 y power 2 y dash. هاي بدأ الderيفتف. طبعا نعايز اجيب y dash. اللي هي dy by dx. y dash هتبقى equal 1 over. 5 plus 3 ليه 15. y power 2. y power 3 minus 1 all power 4. طب هل ده هو المطلوب. 15 زي اللي بعض. y power 2 زي بعض. اذا انتنا عايز هتبقى x. طب هل دي قيمة x. لا. اللي x لازم بتقع power 5. طب دي power 4. نفس الفكرة اللي عدت علينا في السؤال اللي فيه. انا عايز اخلي d power 5. يبقى انا هدرب هنا في bracket. y power 3 minus 1. وهدرب هنا في y power 3 minus 1. اللي فوق هتبقى y power 3 minus 1. اللي تحت 15 y power 2. و bracket في bracket بجمع الbar. تبقى y power 3 minus 1 power 5. d y power 3 minus 1. 15 y power 2. و دي بقت هي قيمة ال x. هل لا اقدر اشي لها واخد ما كان ال x. ووصل للمطلوب دائرة. سؤال نمبر 8. سؤال نمبر 8. y equal. sin power 3 z. z equal. cos power 3 z. بيقول بغوف. اني d y power d z. z equal negative 2 z. نفس الفكرة في الحل. sin power 3. قلنا اكتبها لنفسك sin theta power 3. و cos power 3. اكتبها cos theta power 3. لما تيجي تعمل d y by d theta. تبقى حالة power 3 تنزل. sin theta دي الكتب. نقص من power 1. في derivative sign بcos. لما تيجي تعمل d z by d theta. نفس الفكرة. 3 تنزل. cos تتكتب. نقص من power 2. في derivative sign. لما نجي نجيب d y by d z. فهي المفروض d y by d theta. نقص من power 3. في d theta. في d theta. دي y by d theta. يبقى حالة power 3. sin theta power 2. في cos theta. في d theta power 2. في d theta power 2. في d theta power 2. التي يجي تعمل d z. كوزين من هنا هتتشال مع واحدة من هنا. وسين من هنا هتتشال مع واحدة من هنا. والسري تتشال مع السري. هيفضل من الجزء اللي فوق. sin theta. هيفضل من الجزء اللي تحت negative cos theta. sin على كوزين ب tan. ويفضل معي ال negative تبقى negative tan theta. وده اللي مطلوب. السؤال. السؤال number 9. اخر سؤال. شبه اللي حدناه من شوية. find the value of the parametric t. at which. x equal t power 3 minus 7 t power 2 plus 16 t plus 1. y equal. 2 t power 3 minus 3 t power 2 plus 5. مرة هاز. horizontal. tangent. ومرة هاز. vertical. tangent. دول اتنين المحروبين بالنسبة. طب. خلينا واحدة واحد. هاز. horizontal tangent قلناها اني دي معناها y dash equal zero. طب. هاز vertical tangent معناها y dash equal one over zero. اذا. انا المطلوب مني اجيب ال y dash. اقدر اجيب dx by dt. لاني ال x function في t. هتبقى 3 t power 2 minus 14 t plus 16. واقدر اجيب dy by dt equal. هتبقى 6 t power 2 minus 6 t. انا عايز اجيب dy by dx. اللي هي تبقى dy by dt. تبقى dy by dt. اللي هي تبقى equal. dy by dt. اللي هي 6 t power 2 minus 6 t. و. d t by dx. هي ريس البروكة البطاعة. هاي بقى 3 t power 2 minus 14 t plus 16. هاي بكتب تبقى. number a. هاخد الكلام ده سوي ب zero. عشان horizontal tangent. يبقى اللي فوق هو اللي equal zero. 60 t power 2 minus 60 t هي اللي equal zero. لو خدت 60 t common factor. تبقى t minus 1 equal zero. يعني مرة t ب zero مرة t ب one. number b. هاخد الكلام ده وسوي ب one over zero. عشان vertical tangent. يبقى اللي تحت اللي هو 3 t power 2 minus 14 t plus 16 equal zero. قاعدة عملها بال factorize ولا ما عرفش يقدر يعملها بال calculator. mode 5 3. 3 t power 2 تبقى هنا 3 t. ال 18 هتبقى 2 times 8. هتبقى d8 و d2. الاشارة هتبقى ال 2 negative. تبقى مرة t equal 8 over 3. ومرة t equal 2. تبقى دول الايجاب تاني اللي هما يطلعوا مع. دي نهاية الدجس الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.